أنا الأول هتكلم بره الملعب أهم نتائج لترتبط على تعادل الأهلي مع المصري هو كم الضغط اللي جاي على المهاجم اللي جاي نادي الأهلي اللي لم يعلن عن اسمه حتى الآن ليه بقولي الكلام ده؟ لأنه ما تبص الجوة الملعب تبص على الكرة يعني أنت كرة الأهلي كويسة جدا يعني مطش الخميس ده إذا كانش عندك مشاكل في أي حاجة كل النواحي البدنية والفنية والمهارية والتيكتيكية أحسن ما يكون استحواز واستحوزت خطورة وأظهرت مشكلة الأهلي نختصرها كده ونختزلها في فكرة اللمسة الأخير شكرا بقول كان الله في عون المهاجم اللي جاي لأنه هيجي في الظروف وفي توقيت صعب جدا صعب جدا فواحد مش مسموح له مش مسموح له أنه ياخد فرصة للتأقلم والانسجان هذا مش موجود عند جمهورنا دي الأهلي ومش مسموح له أنه يتأقلم مع الفرقة ويخش بقى في معترك بطولات كبيرة جدا أنه هو هيجي من الدار للنار يعني هيجي خش على إلعب كاس عالم كاس عالم كده يعني ممكن ريال وممكن فلامينجو وممكن مش عارف يعني أنت بتتكلم في سكيل تاني خالص وبالتالي دي أكتر حاجة ترتبط فجمهور الأهلي ما عندوش مساحة التجربة يعني إحنا مش هنجيب حد نجرب فيه لسه إحنا خلاص جربنا لعبنا كل الألعاب وبالتالي إحنا عايزين حد مع لهوش غبار عايزين مهاجم يليق بنادي القرن يليق بنادي الأهلي يليق ببطل أفريقي يليق بفريق بنفس على كل البطولات أما جوة الملعب مبارح بقى فالحقيقة كتحكيم وكإهدار فرص ده اللي هكلمنا عليه ضفنا النهاردة ونجمينا كابتن أحمد عدل نقول له بس مساء الخير وأهلا وسهلا بك عشان دخلناها على الحال كده مساء الخير يا بحمد نور الدنيا دايما من الحلقاتي بستمتب يا محضرت نور الدنيا دايما بتدي معك بكس العالم حاجة حلوة كده تفتح النفس وتخلينا كده متفقلين ونشوف المشوار بتاع الأهلي إن شاء الله اللي يبدأ يوم 1 فبراير شايف القرعة إزاي وشايف فرص الأهلي في البطولة دايما القرعة كده بتديك حسبات المشوار ماشي إزاي ممكن تعمل إيه تراهن على مطش إيه شوفت القرعة بتاع كس العالم إزاي أكيد ما فيش شك لازم نادي الأهلي أو فريق نادي الأهلي أو الجهاز الفني النادي الأهلي يبقى محضر للبطولة كويس يعنيه يبطولة مش جديدة وكالمعدات طبعا هو خير من يمثل الكورة مصرية في كس عالم الأندية والكورة الأفريقية أيضا والكورة الأفريقية فيش فريق حقك أنجزات النادي الأهلي طول poly mission يعني النادي الأهلي بقى متمرس بشكل كبير جدا في كاس علم الاندية. وده عند بعض اللعيبة لنهت الجيل لده تحديدا. لسا يا سوال فرقك. الجيل ده اللعب حوالي يعني تلاتة كاس علم الاندية. حاجة مش جديدة على لاعبة النادي الاهلي او على السكوات الداخل النادي الاهلي او قوام الاساسي الداخل النادي الاهلي. ممكن تجربة اول مرة مع مستر كولر. لكن انا بشوف السيستم اقاداء اللعب اللي هيلغ بيه مستر كورر كرة سريعة جدا. على مستوى كاس علم الانديةiber تلعب اوكلند بتلعب الفرق دي كرتها سريع جداً سرعة وكوة لكن أعتقد أن النادي الأهلي لا بيدي مردود كويس في كاس عامل أنديه وخصوصاً كشكل التيم أو كمفاتيح اللعب اللي عند النادي الأهلي لا بتقدر تبقى منافس جيد أو خصم عنيد في كاس عامل أنديه أتمنى أن نشوف النادي الأهلي في فاينال إن شاء الله طيب شايف ردود الأفعال إزاي بعد التحدث مع النادي المصري في مطش الأهلي الأخير يمكن حضرك حطيت إيدك على النقطة يعني أهم نقطة أهم نقطة أن أنت بتوصل كتير جداً لكن مهم أن أنت تحرز أهداف مهم أن أنت يبقى عندك فروت بمواصفات خاصة مواصفات خاصة أنا مش مطالب إن أنا مثلاً كفروت داخل نادي الأهلي أنا ممكن يبقى مجهودي بشكل كبير جداً داخل التمنتاشر لكن إحنا محتاجين فروت اللي من نصف برس يجيب جوه بص يا أحمد في حاجة مش طبعية إحنا مجهزين لك كده شوية لعطات من المطش عايزة أف يعني عندهم لأنه أنا متأكد أن الكهر دي لو تعقل كل كرة أو كل فرصة النتيجة الطبيعية للمطش ده نتيجة العديلة للمباراة دي أربع واحد أربع واحد بمنتهى البساطة والسلاسة والسهولة اللي في الدنيا الشناوي تعلق شالجون حقيقي من انفراد صريح للمصري ده جون يستحق النادي المصري لول أبراعة الشناوي أما بقى الفرص التانية فجد لم يتقلق يعني الحقيقة يعني جد ما بزلتش مجهود إحنا اللي بزلنا مجهود في أن إحنا يعني ما نفنش الكرة بشكل كويس مع أني متأكد أن الكرة اللي دي لو قطيحت مرة تانية لعبدالقادر والشادي والشحات ومن قبله أفشة والشريف الكرة دي لو تلعبت عشر مرات تسعة منهم هيجوا جول الوحيدة اللي مش تجي جول هي بتاعة مطش المصري يعني هي اللي تلعبت في مطش المصري اللي احنا شوفنيها دي في حاجة مش طبع يعني القصة مش قصة إمكانيات مهدمية لأنه عبدالقادر ما يختلفش عليه تنين الشريف ده هدف دول شادي جاي والناس مرهنة عليه بشكل كبير الشحات يعني مش النهاردة هنتكلم عن الشحات أو هنقيم الشحات ولا هنقيم أفشة فيبدو أنه لا فيه تفاصيل صغيرة احنا ممكن كجمهور ما نبقاش فهمنها أو مستوعبنها لا أكيد ما فيه شكل لازم يبقى فيه بعض التركيز بشكل كبير جدا حتى في نهاية لها جماعة انت من نادي الأهلي من الفرق اللي مش هنقول مثلا كل ربع ساعة نص ساعة مثلا بتوصل للفريمونية في سنتاج كل عشر دقيق أو كل خمس دقيق لا فيه كورة ملعومة حلوة جدا ما نقول لحضرك الكورة اللي عملها شادي وعبدالقادر معمولة كويسة جدا لكن إنهاء الهجمة تعال نشوف كده تعالنا نتكلم وإحنا شايفين تعالنا نستعرض معاك وكان نسترجع كده شريط فرص الأهلي نبتدي الأول هتقولنا كورة أفشة وشريف كورة اللي أصيب فيها طب دي كورة أفشة والشحات يعني طبعا الكورة يعني وأفشة الحقيقة لعيب طماء يعني دايما لعيب طماء هنا بص إحنا عرفش لأفشة خد القرار اللي يباصي بصراح ممكن لو نعكس الاتنين اللعيبة اللي بيجروا حسين كان هي بتصرفوا فيها أحسن من كده يعني لو حسين الشحات مكان أفشة يمكن عملها قبل كده في طولة أفشة يأخذ كورة من نص الملعب كان هيبقى وهو رايح تتكلم على جون الوداد اللي رقص فيه جون الوداد اللي رقص فيه وكان مفروض يلعبها الأفشة أم رقص تاني هي برضو هي راحت للشحات وراء سنة يعني برضو عشان ندي الشحات يعني مش بدي عذر بس يعني هي كورة راحت وراء سنة هو مرجح رجله بص الوراء شوي كورة كانت في ظهره هنا برضو دي كورة المصري لشاركة شناوي براعة شناوي علامي في الكورة دي هو الشناوي خضه في الانفراض يعني هو فوجأ بالشناوي قدامه فدي حاجة تحسب للشناوي لكن عايز الكلام على الكورة بتتقابش أنه مليون في المية أنه فكر تفكيرين أنه يجيب جول وغير قراره في آخر اللحظة أنه يلعبها لحسين عشان كنت تلعب بالشكل ده لكن لو لعبها صحي لحسين طبعا دي كورة تانية فرصة من أفشة تفتكر إصابة أفشة كانت يعني كانت مأسرة عليه يعني فكرت برضو يعني دي كورة طبعا بتاعت عبدالقادر برضو انفراط صريح ملعوبة بشكل أكتر من رائع من شادي وعبدالقادر بس أنا بشوف أنه لو حطها في زاوية وحطها في مكان اللي فيه جول ممكن هي تفتكر إصابة عبدالقادر دي تاني عبدالقادر لو تيجي من الزاوية الخلفية هو حطها في نص الجول لكن أولا وحطتها في زاوية من الزاوية يعني بس هو لعبها في نص الجول لو لعبها في البعيدة مليون في المئة تخش هي هببا من الزاوية دي من الزاوية الخلفية هي من الزاوية دي بس هو حطها في نفس الجول وحطها بالزبط في الحتة اللي وقف فيها هو حطها في البعيدة هتروح جول. هي الزاوية دي. هي لازم تتشط فرس تايم بصراحة. يعني لو تسندت هتبقى صعبة قوي. ملهاش غير انها تتشط فرس تايم بس في زاوية من يعني يمين أو شمال. دي بعض الفرص اللي لازم. لا في فرصة كمان. في فرصة كمان لشادي. وفي واحدة بتاعت حمدي فاتحي في الستة والهد. ودي أصلا حمدي نازل عشانها. طب نقف هنا بقى. انتوا جبتونا اللقطات دي. يعني اللقطات انا بس عايز نثبت الكدر على مكان. لو نقدر نعمل فكس. لا نعمل فكس على اللحظة اللي حصل فيها اعتداء جاد على محمد مجدي أفشان. عايزة أوري الناس مكان الوقع دي حصلت فين. تمام. الوقع حصلت برا سيكس يار. تمام. القانون بتاع الكرة بيقول انه حصانة حارس المرمى. حارس المرمى. حصانته. اللي هو لمساس. لمساس دول سيكس يار. مده متحرك برا سيكس يار. بقى زيه زي آي لعب عادي. مظبوط يا كابتن أحمد. طبعا. يعني بالزبط كده. هنا حصل اعتداء من جاد على محمد مجدي أفشة استوجب. يستوجب مخالفة مظبوطة يا كابتن أحمد. مخالفة وطرد. سديدين انظار. لا لا. أنا ما احترامي. مش عايزين نتكلم. مش هنتكلم على التحكيم. لكن وضع. لا لا نتكلم على التحكيم. ما نقول حضرتك. لا اللي خاصة المبارح ده لانه في مواقف في مواقف واضحة وصريحة للكل كابتن أحمد. وفي حالة استفزاز للاعبة الاهلي. وينزارات المبرر. وللجهاز الفني النادي الاهلي. ولجمهور النادي الاهلي. فبالتالي هنتكلم عن التحكيم. خلاص. يعني أنا. بص. وذاتيا والله يقول عمري أنا. يعني ملتزم دايما فكرة أنه لما اجي تكلم على التحكيم. أبقى بتكلم كده. يعني. لأنه يهمني نجاح التحكيم المصري والحكم المصري. حتى وانا بتكلم على الشاشة القناة المصري. لكن اللي بقى بيحصل. واللي بقى معتاد. خلاص. يعني. ما يستدعيش أبدا. إذا كان الناس مش قلقانة على نزاهتها. ومش قلقانة على سمعتها. ومش غيران على سمعة التحكيم في مصر. فبالأول احنا كمان مش هنبقى القليل. ما هنا برضو يعني. احنا بالنشد لجنة الحكام. إنه لازم يبقى فيه حكم على قد الحدث. على قد حدث المباراة. النادي المصري نادي كبير. نادي الأهلي نادي كبير. عايزين حكم على قد حدث المباراة. على قد تحمل الضغوط في المباراة. مش حكم بيخرج بقرارات عكسية. مش حكم. إنت شفت إن أفشة. الجرح عامل إزاي. وعندك فار. وعندك إن إنت رجل واخد عشرين مباراة. الفار مبارح كأنه شاهد مباراة حاجة. يعني بجد. أنا كحكم. رحت الأفشة وهو كده. فطبيعي لقيت الجرح ده. فطبيعي إن الرجل ده ضربه. من غير فار ومن غير أي حاجة. فطبيعي إن الرجل ده واخد بوكس في عينه. تمام. يستوجب عليه. أنا بشوف نطرد. يعني بشوف نطرد. وبشوف نطرد. وبشوف نطرد. لكن مرجعتش للفار قدامك الحالة. قدامك الحالة. هل مثلا الكرة اللي عوارته. يعني الكرة اللي عوارته. ولا إيه اللي عوارته. وهو عوار نفسه. فهي حالة غريبة. وفي حالة تانية كمان. كانت أستدعي طرد. أعتقد عمر موسى لعب النادي المصري. اعتداء. أنا الكرة دي شفتها في الثلاثة أربع شهور الأخيرة. هي الكرة دي بزرعة. مرضيس على أنكر رجله. الكرة دي شفتها في الثلاثة أربع شهور. في مطلات مختلفة. في أوروبا وفي البريمير ليج. وفي الفس العالم. لا نمار رجله اتكسرت كده. الكرة دي طرد مباشر. كل اللعبات اللي أنا شفتها. اللي شبه اللعبة دي. فكرة إنه لاعب بالستدز. بس. بستدز الجزمة. يدوس على أنك اللاعب تاني. أو يخش على اللاعب تاني. بالطريقة دي. طرد مباشر. وهنا. لو الحكم ما شفهاش. رغم أنه الحكم ظهر في الكدرة. حضرتكم شايفين. بصوا يبعد عن اللعبة. قد إيه. وما فيش أي حد وقف طريقه. يعني هو شايف اللعبة. بشكل واضح تماما. وحتى لو الحكم ما شفهاش. رغم أنه هو طبعا شافها أكيد. فهنا الفار لازم يستدعي الحكم. ويقول له. فيه اعتداء يستدعي كارتة. طبعا. الفار على طول بيبلغوا في الإيربيس. إن في حالة هنا لازم تجي تبص عليه. حتى لو أنت عندك شك إن الحالة دي. مثلا فيها. فيها لغط. أنا الحكم بروح للفار. بشوف. هل أنت استحقك طرد أو لا. ودي نفس الكورة. اللي تصف فيها كريم فؤاد. مش عايف كتف مبارات سراميكا. أو حاجة اللي أخدنا فيها ضرب الجزاء. لا كريم تصف في بيراميدز. في بيراميدز. دخل دخل في ركبته بالإسترز. اللي عملها كان رمضان صبحي مع علي معلول. وقلنا في نفس الحالة دي إنها. وعلى فكرة. يعني. مش معظم. كل الاستويات التحليلية أنا شفتها. قالوا إن الحالة دي كانت تستوجب طرد لرمضان صبحي. هنا كرارات دي بتأثر على سير مباراة. يعني كرار طرد الشبه ده. ممكن يأثر على سير مباراة. إن دي مصر يترد منه واحد. فأنت يبقى لك الأفضلية. كرزة بتاعة محمود جياد درب الجزاء أو طرد. هتأثر على سير مباراة. إحنا بنتكلم هنا. على إن التحكيم. يعني لما فيه نقاط بتضيع من نادي الأهلي. هو بيبقى فيه أسباب. أسباب واضحة. إحنا مش بنتكلم مثلا إن فيه ظلم تحكيمي أو حاجة. لكن دي أسباب وقرارات. مهم جدا ترجع لجنة الحكام. عشان كده بقول إن مهم جدا إن فيه بعض الحكام. لازم ما تبقاش موجودة في مباراة النادي الأهلي. هنا إحنا كل الحكام واحد. بس لازم حكم على قد حدث المباراة. على قد زي ما قولنا حضرك. أقول لك حاجة بممتازة صراحة. أنا وأنا بتفرج على مطشط الأهلي. أقول ما بعرف اسم الحكم. لها حكم المباراة. يعني في 90% مطشط الأهلي. ببقى الآن هو متوتر من التحكيم. يعني ما بقاش فيه عندنا القاعدة. إنك تبقى متطمن للحكم اللي بيحكم المباراة. لا دي بقت الاستثناء. والقاعدة إنه بقى ربنا يستر. وأعتقد إنه ده لسان حل معظم جمهين نادي الأهلي. وأقول لحضرك الأهلي. ولو قلت الجمهور. لو عملت استفتاء رأيك. أو استطلع رأي. أو استفتاء بين الجمهور. وقلت لهم. تحبوا مطشط الأهلي يحكمها حكام أجانب. ولا حكام مصريين. 99% وتسعة من عشر من جمهور الأهلي. يقولك لا حكام أجانب. ما هو ده اللي كنت أكلم حضرك شيء. إن دايما. وحاجة تحسب. لمجلس دورة النادي الأهلي. ومسؤولين على الكورة داخل النادي الأهلي. إنه هو ما بيروحش. إن أنا دايما عايز حكام أجانب. لا عندنا ثقف التحكيم المصري. عندنا ثقف لجنة الحكام المصرية. لكن كده التوجه هيروح إن أنت لازم تطلب حكام أجانب. أنت شخصيا عندك ثقف في التحكيم المصري؟ يعني أنا هنا مش بكلم بقى كأهلي. يعني حاول تلعب دور المحيد. وبص الوراء على المسابقة الدولة. وتشوف حالة الصياح. اللي حصلة من كل الأندية فيما يتعلق بمستوى التحكيم في مصر. لا أنا كنت أتمنى أن أنت عندك ست سبع حكام نفس الليفل. يعني نفس الليفل المستوى التحكيمي. ده اللي أنا كنت أتمنى. لكن أنت بتتكلم في مصر بدون ذكر أسماء حكمين أو ثلاثة بالكتير قوي. اللي هو تقدر تقول حكم على قد الحدث. لو قلت لك ثلاثة أسماء هي بقى سؤال صعب يا أبو حميد. هي بقى سؤال صعب. بس أنا أقول لك من الحكام الجايدين جدا. في مصر مع دونين. طبعا درقم واحد. يعني أنا البنة الوحيد الحقيقة اللي بحس إن أنا قدام حكم أجنبي. بس درقم واحد وممكن تقدر تقول كابتن الحنفي. يعني في نفس الترتيب. يعني ماشي نقرب شوية. وندي كابتن إبراهيم نور الدين. نو كومنت. لأ هنا نروح لفاصل ونرجع بقى هتفاهم مع أبو حميد في الستوديو. ونرجع بعد الفاصل. تعالوا بقى لللقطة دي. ليه؟ لأنها ملعوبة. وعايزك وأنت بتتفرج تركز جدا في ملامح حكم المباراة. بص على شكل وشه. بص على انفعالاته. لأنها بتكشف كتير. والأهم من كل ده. إنك تفتكر مصطلح ومبدأ ومفهوم الاحتواء. 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 فاكرين الاحتواء. هي اللقطة دي. ما كانش ينفع بقى فيها احتواء. تعالوا نشوف لقطة ما بعد نهاية المباراة. من أولها. ومن بدايتها. ونحاول نقراها كده. أنا وانتم ومعنا كابتن أحمد عدل. خلصة المباراة. صفر الحكم. اتهت خلاص قصة. حمدي فاتحي بيتكلم مع الحكم. ومجي عبد القادر. وجي متولي. في اللحظة اللي جي فيها يا محمود متولي. طلع على طول الكارت الأصفر. يعني بدون أي مبرر. ما حصلش حتى حوار بين الحكم وبين متولي. أكتر من ثانية أو اتنين. يستلزم إنه الحكم يفكر ويطلع إنذار. طب ليه الإنذار؟ ما راحش الحمدي فاتحي. اللي وقف بيتكلم مع الحكم من قبل ما متولي. بص بص. بص بص. متولي يعني. بالراحة بقى كده. بص بص الإنذار فين؟ متولي لسه مجاش. لسه موصلتش. متولي لسه موصلتش. والحكم بيحط إيده في جيبه. يطلع الكارت الأصفر لمحمود متولي. ده تحت أي بند وتحت أي. طب إنت لو عايز تدي الإنذار دي الحمدي. يعني الموال منطقي. لو إنت عايز تدي إنذار للإعتراض مثلا. ده أنا أفهم إنه إنذار للإعتراض مثلا. طبعا. يبقى حمدي أولى بالإنذار. أنت خلاص أنت مش شايف متولي خالص. فأنت طلعت الإنذار دي الحمدي. ده أصلا متولي إيه و لسه أعمل حاجات. ده متولي لسه مجاشه الكارت الأصفر بيطلع لمتولي. ما هو ليه متولي؟ ما أنت برضو لازم تقف عند دي؟ ليه متولي؟ عندنا مطشط مهمة. عندنا مطشط مهمة وعنصر أساسي. فالموضوع لازم له وقفة. أنا بصراحة. لازم له وقفة. يعني حالة تهيالي إنه الوقع بتاعت المتولي دي كشفت حاجات كتيرة. أنت ممكن تتهم الحكم إنه مستوى الفني ضعيف. أنه مش فاهم أو مش قاري أو مش حافظ قانون التحكيم أو إيه الموقف اللي دي فيه إنزار وإيه الموقف اللي دي فيه طرد. وإيه اللي فاول وإيه باللتي. ممكن تقول ده كله فيما يتعلق بأحداث المباراة. لكن بعد المباراة أعتقد الوقع دي كانت كشفة وبتثبت إنه كان في حالة تحفز واضحة وصريحة تحديد ضد الأهلي وضد محمول متولي عشان يتم حرمانه من المشاركة في مباراة الأهلي. والزمالة ماتش اسموحها لجاية ما رويش علاقة بالإنزار الثالث ماتش اسموحها بتولي إن شاء الله هيكون جاهز فيه. لكن الكارت الثالث ده وأعتقد إنه الأهلي هيتحرك معناك للحكام. هيقدم تظلم عشان رفع الإنزار لأنه العقوبة هنا مش واضحة. ومنهم لاش أي سبب أو أي دفع تستدن الحكم يشهر الكارت الأصفر في وجه. عايزين نقول برضو إن كنتك كحكم إن أنت تبقى زي ما حدك قلت تحتوي الموقف تحتوي الأزمات تحتوي المشاكل. هنا هنا ردود أفعالك أنت كحكم ما يبقاش بالتهور ده. ما يبقاش بالتهور دوت في التعامل مع العيبك فيه. ده أنا لو كملتلك الكرة دي نزل كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بيتكلم مع الحكم. هل مش مدير الكرة أن يتكلم مع الحكم؟ لا مديره إنزاره كمان. ده قبل ما يتكلم معه رح رفع إنزار. لا هنا احتوائك للمشاكل دي أو للمواقف دي ما تستدعيش التصرف ده. خد بالك أن الحكم واحد من أهم عوامل خروج المباراة لبر الأمان. مطش مبارح ده لو كان فيه جمهور في الأستاذ كان ممكن تحصل مشاكل كتير جد. هنا هنا متوتر مفيش ثبات فعالي مش متزن على الإطلاق. وده يعني حاجات من الثوابت وانت بتكلم على حكم مباراة لازم يبقى متزن لازم يبقى عنده ثبات فعالي. قادر إنه هو يتحكم فيه عواطفه قادر إنه هو يتعامل مع المواقف الصعبة. لكن من الوضع طبعا إنه حكم مبارح يعني ما عندهش معداش عليه الكلام ده كله. زي ما قلت لحضرك من قبل ما نطلع فاصل كان مهم جدا إنه حكم يبقى على مستقل حدث. مستقل حدث إنه مباراة كبيرة مباراة بين ناديين كبار نادي الأهلي نادي المصري ووجود جماهيري بشكل كبير جدا. سواء لنادي المصري أو للنادي الأهلي. أعتقد إنه كانت اللعبة هي اللي عليها الدور الأكبر. عليها الدور الأكبر في احتوال حتى المشاكل. ما عنديش شك ما عنديش شك إنه قرار خاطئ وقرار متعنت وقرار ظالم. أقول فيه زي ما أنت عايز تقول. وفيه سؤونية مبيتة. أنا أكلم عن الإنذار بتاع متولي. لكن ده لا يعفي متولي من المسؤولية. أحمله جزء كبير جدا من الإشكالية اللي حط فيها الفرقة. وأتمنى أتمنى إذا كان في شيء من العدالة والحياد وتكافؤ الفرص إنه الإنذار التالت ده. لأنه إنذار غير مستحق على الإطلاق يترفع عن متوليها. أروح معك لمطش سموحة. مباراة كاس. سموحة ابتدى يفوق. يعني كان متعسر بقاله ويمكن إيه 8 مطشط مع كابتن طرق العشري. سموحة طول عمرها فرقة محترمة. يعني دايما فرقة تعمل لها حساب. فرقة عندها لعيبة وفرقة بتلعب كرة. صحيح في عدد من اللعيبة المؤثرة راحل عنهم الموسم ده. لكن يبدو إنه هم استعادوا زاكرة الانتصارات دمام حسام حسن مس الإضافة. كان عامل مهم جدا في المباراتهم الأخيرة. كذبوا بهدفين سجلهم حسام حسن. ومبارات كاس ودي يمكن تكون ليها اعتبارات تانية كابتن أحمد. شايف مطش سموحة إزاي وإزاي تلملم أوراقك بعد مطش المصري بسرعة. عشان تلعب مطش التلاتة اللي جاي. يمكن زي ما احنا بنتكلم دايما على مبارات الكاس. ما بيبقاش لها توقع معين أو بيبقى فيها مفاجئات. وده اللي لازم يبقى عليه حريص جهاز الفني النادي الأهلي واللعيبة. إن دايما مبارات الكاس وخصوصا زي ما حوالك بتقول سموحة لسه منتعش بمكسب بعد تسلسل من النتائج السلبية. مع بعض المشاكل دخلت سموحة أعتقد إن هي مأثرة عتيم لمدار فترة كبيرة جدا ولسه ومازال. فمهم جدا على النادي الأهلي إن هو يستغل ده. يستغل إن ممكن فري بعض الشيء مش مستقر بين الإدارة والجهاز الفني. في التصريحات طبعا مش مانس فرج عن الجهاز الفني والمشاكل اللي دخل النادي. لكن.. هو المكسب الأهلي هذا هو يعني أعتقد يمكن قد قبلة حياة للجهاز الفني. لأن أعتقد أي نتيجة كانت غير المكسب أعتقد كانت تبقى نهاية العلاقة بين سموحة وكابتن طرق العشر. بص حدرك لو دخلت في الكواليس شوية هتلاقي إن فين كسام في المجلس على سواء تواجد كابتن طرق العشر أو رحيل. رحيل. ده مهم جدا إن ده أنا بشوف إن هو ممكن يأثر على استقرار الفريق شوي. وممكن يكون دافع. يعني ممكن يكون دافع لأنك أنت بتلعب مع الأهلي في الكاس سمي فاينل. فبالنسبة للفريق اللاعبين وجهاز فني نجاحهم في تجاوز الأهلي في مبارزة دي يعديهم بكل المشاكل الصعبة ويفتح صفحة جديدة مع بقى الجمهور ومع الإدارة ومع كل حاجة. ممكن تبقى المباراة دي بالنسبة لهم دافع برضو. يا سلاح زو حدية. يا هيبقى في مشاكل في الفريق. يا ممكن الدنيا تمشي معهم كويس وأي حاجة. أنا دايماً بقول المكسب بيحل أي خلافات. فممكن يبقى زي ما حالك بتقول إن هو يدافع بشكل كبير جدا نادي سموح إن هو يخرج من الأزمة دي. لكن مهم جدا نادي الأهلي يكسب. مهم جدا مكسب. مهم تحقق الفوز. مهم إن بعض اللعيبة داخل نادي الأهلي يبع عندها الثقة ترجع لها تاني. الثقة ترجع لها تاني. ممكن أنا ثقتي كلاعب مثلا فرود إن أنا بجيب جول بيرجع لي ثقة في نفسي تاني. أنا بصراحة يعني عندما تيجي تبص المستوى لعبتنا في مطش المصري ما تقدرش تقول إنه ما فيش حد أجاد. يعني سيب قصة الفرص المهدرة. أنا بتكلم كورة. بتكلم مستوى. بتكلم لعبة واقفة على رجلها في الملعب. هاني. معلول. متولي. حسين الشحات. ربيعة حتى لما نزل حسين الشحات. يعني أليو ديانج. يعني. لا في حاجات إيجابية كتير جدا. يعني في حاجات إيجابية كتير جدا. عودة محمد هاني للمستوى بشكل كبير جدا. هاني الحقيقة. بقى له كذا مطشة كابتن أحمد. لازم ياخد إشادة. هزام الناس بتنتقد هاني في فترات لما بيبقى مش مستوى. لما يبقى بين عودة الروح وإصراره ورغبته في إنه يعني يقدم هاني بقدرات وإمكانات الحقيقة. لازم ياخد حق. هو ما يميز هاني برضو اللي احنا عايزين نحط إيدنا عليه. إنه هو بقاله خمس ست مطشات. لا بيقدي بنفس الأداء. افكر في أداءه عالي. صحيح. حتى من ناحية الهجومية هاني بقى مفتاح لعب للنادي الأهلي. وده اللي كنا بنتكلم فيه دايما. إن دايما هاني مهم جدا تبقى مفتاح لعب تضيف لخط هجوم النادي الأهلي. مع الترابط مع حسين الشحات. عودة جيدة جدا لحسين الشحات. ممكن بعض الشيء وجود أفشة بيديك أفضلية بشكل كبير جدا حتى من بداية المباراة. مهم جدا أن عبدالقادر يبدأ يعني يحاول يبدأ تاني. لأن عبدالقادر أداءه بيفرق بشكل كبير جدا هو بيلعب مع علي معلول. عبدالقادر يبدأ أساسي شايف يعني كان سؤال من أسئلة الناس. يعني هل برونو سافيو مازال ميستر كولر ما نجحش في أنه يوظفه بالشكل الأمثل؟ هل برونو سافيو محتاج وقت أطول؟ هل برونو سافيو ممكن يتغير مكانه لمركز ثاني يتبان فيه إمكانياته وقدراته أفضل من كده؟ ولا برونو سافيو مجرد تبديل كويس؟ لا برونو أنا بشوف وكنت بكلم في الموضوع دوت قبل كده أن برونو أنت متعقد مع رقم عشر. يعني بيلعب عشر اللي هو مكان أفشل اللي هو تحت الفرو. ده اللي بيقدر يحدث منه أهداف. لكن طول ما أنت بتطرف على طرف الملعب مش ده المركز اللي أنت هتاخد منه المية في المية بتاعته. لكن لما برونو بيلعب عشرة بيلعب تحت الفرو. هتقدر تستفين منه بشكل كبير جدا بصير كويس بيعمل سروهات كويس بيشوت على الجول كويس قريب من الجول. لكن عندك ورقة ربحة زي عبدالقادر لازم تبدأ بيه. لازم تبدأ بيه. وخصوصا أنت مع أي فريق لازم تاخد الأفضلية. لازم تاخد المبادرة. لازم بتنزل تفرض أسلوب لعبك. لكن برونو لما هترف على طرف المطرف هتاخد حوالي 70-80% من أدائه. لكن لما بيلعب عشرة هو هيقدر يؤدي في المكان ده بشكل جيد. لكن برضو تديمه نفسه بينه وبين أفشل. لكن أنا بشوف أن الملعب ما يستحملش الاتنين. يعني مستحملش أفشا وبرونو. المهم جدا أن عبدالقادر لقاء عمل الستارت. وهو الكيمياء اللي بينه وبين علي معلول. هم من أقوى الجبهات على مستوى أفريقيا. مش هنقول عن مستوى مصر بس. بيقدر شكله جبهة جيدة. وده اللي الدك الأفضلية في مباراة المصري. تغييرة عبدالقادر. لقينا فيه ترابط. لقينا أن علي معلول بدأ خلاص ياخد الحرية الهجومية. وأن هو يقدر يطلع يبقى مفتاح لعب. هنا ما يميز النادي الأهلي أن أنت عندك مفاتيح لعب كتير جد. ستة أو سبعة مفاتيح لعب. لكن مهمة الترجم. ذا اللي تكلمنا فيه في أول حلقة. مهمة الهجمات الترجم بشكل كبير جدا. لأن أنت هتلاقي نفسك كل دقيقتين ثلاثة كل خمس دقيقة عند مرمى الخصم. ومهم جدا أن كل هجمات دي مع مفاتيح اللعب. التهنيجة دي. بالمناسبة أنك تترجم يعني. التهنيجة دي لما بتحصل. على أجهة إيه. يعني لما الناس تقول لك. مثلا مطلوب من ميستر كولر يحل اللغة رتمة ده. يحلوا ده معناه نفسي. معناوي يعني. يحلوا ده بتدريبات معينة. طب أصلي يعني ما هو. شريف هداف. ما أنا عارف أنه شريف هداف. أنا لسه أشوف شريف هداف. شدي حسين هداف. ولعيبة كورة. شفناهم بيجيبوا باليمين وبالشمال ومن ربع فرصة. فبالتالي هي مش قصة هل ممكن مثلا. المستوى تراجع. هل ممكن فكرة أنه. بقاله كتير بيدور على جول. يعني يجيب جول يعني. عشان يحل الضغط العصبي. هل الجمهور عامل مؤسس يعني. هنا هنا. اللغة رتمة ده فين. وحله إزاي من وجهة نظر. حله بالتمرين التخصصي والتكتك. يعني حله ونهاء الهجمات. وده أكيد اللي مستر كورر مرنهم عليه. بعد المباراة. الهدف دي. الهدف دي. دي موهبة. يعني أصلا. اللي بيجيب الجول ده. اللي بيلعب في البوكس ده. ده. دي جفت من عند ربنا. إحساسه بالسندوق. إحساسه بالتلات خشبات. وإحساسه بتمركس. حرس المروة. أنا أعرف فراودة كتير بيجيب الجوان وهي بضهرها. يعني. أو بيلف بالكرة. هو عارف هو واقف فين. وعارف الجول كيبر واقف فين. وعارف التلات خشبات موجودة. وبيشوتها بإحساسه في المنطقة. فهي قصة مش قصة إنه تمرين هيزود البدني بتاعه. أو يعني. أنا مش عادر أفهمها. هو تمرين التاكتك التاكتك أو طريق اللعب أو الحالات اللي جات. أنت فاكر الجول بتاع السولية الأهلي والزمالك ماطش الخامسة. الربونة اللي عملها السولية. ودخل شريف برجله الشمال عكس اتجاهها أبو جبل. ده جول صعبة جدا. يعني الجول ده مفعش تتمرن عليه. ولو اتمرنت عليه ممكن يجي وممكن ما يجيش. فأنا أقصد أقول فيه جوال صعبة كتير جدا. مثلا شريف كان بيسجله. شادي مع سيراميكا لو كنت فرج عليه كان بيجي جوال حلوة جدا. جوال صعبة جدا. فقصة مش قصة إمكانيات. قصة قصة إيه؟ فما أقول له حضرك. أنت لما بتبقى فرود. وبيغيب عنك التوفيق بعض الشيء. هنا مهم استعادة نفسك تبقى عاملة إزاي. يعني ممكن غياب الأهداف عن بعض فرودة النادي الأهلي. ممكن تفقده الثقة في نفسه شوي. لكن مهم جدا أنه يمرن نفسه على ده. يمرن نفسه حتى بعيدا عن الفرقة. ويطلب من أي مدرب داخل الفرقة. محتاج كوار عرضية. محتاج انفرادات. مهم جدا أن يشتغل على نفسه. يشتغل على نفسه تخصصي. لأن دي الأهلي بيوصل بيوصل. لكن في مشكلة في نهاية الأجمال. في بعض الشيء مشكلة. دي تمرين. في الناحية دي هلعبها في العكسية. هتجيبها في الزاوية دي هلعبها في العكسية. هتجيلي مثلا في الحتة دي. هلعبها بتشكل الفلاني. إنهاء الهجمة. اتنا راحين اتنين على الجول. أو اتنين على واحد. كل دي تمرين تاكتك أو تمرين تخصصي. طبعا مسؤولية الجهاز الفني. وده اللي أنا متأكد منه بمليون في المية. إن الجهاز الفني يشتغل على ده. أهي الكرة اللي كنت بأتكلمك عليها. صعبا. ده يكون صعب جدا. إنك انت تقطع كده. وتضعها برجلك الشمال. دي راحة بمنتهى ما فيهاش قوة خالص. ليست. بتتكلم الفترة دي كان من أحسن في الفترات شريف. بصوا استحرك بصوا اتحرك إزاي وتعقع كرة يا حال فين. ده على فكرة.. أبو جبل لو كان وقف ما인زلش مع شريف أو ما contingلى شريف كان صد الكرة. خلي بidanك انت كرة شريف دي الأحسن اللي أسهله. أنه ألعبها باليمين بالضبط فهذه أصعب أن تجيبها بالشمال فلا كان ملازمه التوفيق الفترة دي يعني شريف كان ملازمه التوفيق الفترة دي ممكن غياب أنزوه وقالوا حضرك غياب الأهداف عن الفروت بعض الشيء ممكن بتفقد اللعب السقة في نفسه شوية لكن مهم جداً اللعب دي تستعيد لأنها هتفري مع الفرق يعني هتفري مع الفرق حتى أنه يسجل هدف دي هتفري معاه حتى هو بشكل جورجي والأهم كمان تهلي برضو أحد من العناصر الضغط يعني اللعب يكلم فيها نفسه وأنت أضرب ده طبعاً عددت بمواقف زي كده كتير أنك بتبقى رايح على بطولة كبيرة وعايز تبقى جاهز جاهز معنوياً قبل فنان وبدانياً يعني حالة ثقتك بنفسك هدوءك اتزانك تركيزك في أعلى مستواته لأنه عارف أنه ما فيش غنى عن شريف وشدي في كاس العالم بصرف النظر عن صفقات الأهلي اللي جاي لكن هم بالتأكيد يكون لهم دور فى موطرة هم لهم الأولوية والأفضلية يعني هم لهم الأولوية والأفضلية ولازم برضا تحطف في حسبانهم أنه أنت مش هتوصل يعني مش توصل بالشكل وانت بتلعب في الدور يعني مش توصل كل شوية للجول يعني مهم جداً أن أنت من نص فرصة تبقى بخيل عليها لازم تجيبها لأن انت بتلعب أنا أرى أنه أعلى لفل في العالم أنت تلعب كاس عامل الأندية أنا كاس العامل الأندية ان انت تبقى حتى تاخد ترجع ثقتك بنفسك ان انت انا اتوقع مع اول هدف لشريف او شادي ثقتهم في نفسهما هترجع بشكل كبير جدا حتى هيفرقوا مع اداء النادي الاهلي في الناحية الوجومية ترتبهم مين يبدأ اخد بالك برضو انت فكرة مين يبدأ ومين يعني ينزل دي برضو الى حد المهم من الغباطة الحسابات شوية اكيد رجل دايما بيبقى محتور ممكن بين شريف وشادي لان ده فروت جيد ومين يتحركوا بشكل كبير جدا عندهم سرعة وعندهم قوة اعتقد ان الافضلين اللي بقى اجهز من وجهة نظر الراجل لان شريف او شادي اللي يبدأ لا يعني هيضيفه لخط فروت النادي الاهلي اي حد يبدأ ما فيش مشكلة الاجهز لكن زي ما اقول لحضرائك المهم اللي هيقدر يحرز هدف هيرجع سكاته في نفسه تاني اكيد رأيك في صفقات الاهلي الجديدة اتنين جايين ما عندكم من مسكندرية مروان طبعا وخلد عبد الفتاح مروان عطايا وخلد عبد الفتاح انا لم تبايعهم بشكل كبير جدا لا انا متوقع ان هم اضافة للنادي لاداهم حتى سواء مع نادي الاتحاد كلمي على خالد الاول بما انه يعني حتتك واكيد انت يعني درسه طبعا بكون متفرج عليهم اسموحها طبعا بس يعني برضو نزلت كابتان احمد في خالد اكيد برضو لا خالد انا بشوف ان طريقته تتناسب مع النادي الاهلي تتناسب مع النادي الاهلي وزي ما كنا منتكلم على هاني من شوية وان هو يبقى ان شاء الله يعوض غياب باكرم توفيق خالد من النوعية اللي مفتاح لعب مفتاح لعب عنده النزع الهجومية بشكل جديد اقرب لمين ستايله وامكانياته اقرب لمين لعب في الحتة دي قبل كده في مصر ولا برا لا عندنا احنا في الاهلي احنا الحتة دي طول عمرها في اسماء يعني جبابرة لا مش يعني مفيش ستايل حد يعني ابراهيم حسن اسلام الشاطر بركات لعبها احمد عادل احمد فتحي احمد صديق هو راح لصديق شوية راح لصديق شوية ممكن ممكن مواصفات احنا واحنا بنلعب في النادي الاهلي تلاقينا كلنا قريبين يعني قريبين من بعض يعني ممكن في بعض الشيء هتلاقي كابتن اسلام الشاطر متميز بالكروس والتغتال عكسي هتلاقي احمد عادل احمد صديق مثلا بنيجي من تحت كويس هتلاقي بركات بيعمل فينش كويس لا كل واحد لميزة خالد من نوعية سريعة سريع وهو بيجري بيعمل كروس كويس مهلي دي كابتن بريم حسن يعني دي كابتن اللي هو احنا تعلمناها منه كابتن بريم حسن ممانون زي وانت بتجري بتعمل كروس فلا هو هتواقع ان هو يبقى ضافة بجانب هاني في الجبهة اليومنا في النادي الاهلي لعنده سرعة وقوة وعنده نزعة هجومية حتى الفنش كمان بتعوف الكروس بيبقى كويس فأتمنى بالتوفيق طبعا زي الدماروان عطية طبعا اتواقع ان هو هيضيف مع خط وسط النادي الاهلي ومن اللعيبة اللي هي تمانية بتقدر تكمل على الجول وبتقدر تحرز اهداف نفس نوعية السلية كده نفس نوعية ديانج فأتواقع ان هو هي بأضافة لخط وسط النادي الاهلي لكن وحنا عاديين بطولة جالنا على الهواء نقول مبروك لك نقول مبروك لجماهي النادي الاهلي الاهلي يتوق بطلا لسوبر طايرة سيدات بعد ما تغلب على نادي الصيد بنتيجة 3-0 مبروك بطلات الطايرة مبروك لجمهور النادي الاهلي بطولة سوبر كده يلا على الماشي لاحظت ان اي برنامج مع حضرتك لازم يطلع بطولة لا مبروك طبعا وده حاجة مش جديدة على النادي الاهلي مبروك لهم طبعا واضافة طبعا بطولة تاضاف لتاريخهم اكيد والتاريخ النادي الاهلي صحيح لا ده احنا كمان العشر تيام اللي فاتوا دول البسكت والطايرة يعني مدلعينها يعني ما شاء الله اخرها طبعا فوز على نادي الزمالك رجال بعد ما كانوا فوزنا عليهم بنتيجة طبعا مش عافقلوا هيصرحوا الفريق والحيانة يعني طبعا ده شأن خاص بيهم بس يعني شايف انه قرار قاسي جدا لانه في النهاية دي رياضة يعني طيب نروح لمروان بسرعة اسمع مروان عشان عايزة اختب كريستو بس اسمع منك برضو مروان عطية مروان لا زي ما اقول لحضرك من اللعابة اللي جايدين جدا انه هو بيقدر يكمل بيقدر يكمل على الجول بيعمل ارتداد سريع في نص الملعب لعاب صغير لا 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 لعاب جايد جدا اتوقع انه هو هيديف مع نص ملعب النادي الاهي كريستو واقع وده واحد من الصفقات لانه دايما جمهور الاهلي مركز قدام يعني احنا كنا متطمنين الحقيقة حتى رغم اصابة اكرم توفيق صحيح انت محتاج حد يكون معهني في الحد تدي تحسبا لأي مشكلة طرقة لكن دايما كان شغل الشغل الجماهير هي الاسماء اللي هتتمثل اضافة لخط هجوم النادي الاهلي شاف كريستو ازاي و هل ممكن يكون لي دور في الجاية ولا من مصلحة كريستو و مصلحة الفرقة انه ياخد وقته لا اهو مش ياخد وقته بس يخش واحدة واحدة يعني تتوقع تشوف اسموحة مثلا او ياخد جزء من مطش اسموحة ممكن ياخد جزء ممكن ياخد جزء من المباراة حسب نتيجة المباراة حسب نتيجة المباراة لان اي صفقة جديدة بيبقى المدير الفني حريص عليها انه هو ما يدفعش فيها لفوقت مناسب بحيث ان هو ما يحرقهاش لكن اتوقع حسب نتيجة المباراة ممكن يبقى ليه دور لو دخل الـ 18 لعيب جيد جدا المنافسة هتبقى صعبة عليه بشكل كبير جدا لان زي بقول لحضرك اللعيبة كلها جهزة مفتح اللعب اللي موجودة عندك هيبقى فيه منافسة اتوقع ان هو يعني اخد لك فرسته كبيرة في كاس العالم يعني انت عندك طاهر راجع من اصابة بيرسي تو راجع من اصابة ان شاء الله يكونوا موجودين ان شاء الله يعني يكونوا جهزين فيقين يعني قبل مشاركتنا في كاس العالم لكن في النهاية برضو اكيد بتاخد وقت لغاية لما العيب يجي في فرميته اللي كان عليها قبل اي اصابة اكيد لطاهر وبرسته يعني لسه بتاخد فرميتك اهو زي ما بنكلم على اي صفقة جديدة بنكلم على العودة المصابين اكيد مش يعني الراجل مش هيدفع بيهم في مباراة تقيلة كده لكن ممكن مع الوقت في مباراة ممكن في الدوري عودة من الاصابة دي بتبقى اسهل للعيبة المصابة او اي صفقة جديدة لكن في المباراة كاس العملان دي الراجل بيحتاج الاجهز اللي عنده انسجام بشكل كبير جدا مع الفرقة بيبقى محافظ بشكل كبير جدا على قوام الاساسي او مشاركاتهم ما بيغيرش كتير في التشكيل مهم جدا ان انت ما تغيرش كتير في التشكيل بتلعب بنفس الطريقة بنفس التشكيل ودايما بتكلم مع مستر كورر هو دايما بيلعب بالطريقة المناسبة مع النادي الاهي 4231 وداي الطريقة المناسبة وماشي حتى اللي بيلعب بيها مراكز يحتاج مازال الاهلي يحتاج لدعمها وانا اعرف انه جماهي النادي الاهلي مازالت تنتظر صفقات جديدة انا الاسكواد كله كامل بس محتاجين فرود فرود يجيب جول محتاجين فرود هداف يعني هداف زي ما قلت حضرك في بداية الحلقة من نص فرصة لازم تجيب هدف لان ده انا بشوف انه هو ناقص النادي الاهلي ناقص النادي الاهلي محتاج فرود بمواصفات في لافيو عماد متعب من نص فرصة خلاص هم نبقى متطمينين ان الكورة دي جول اي يعني ناقص الحتة الوحيدة اللي في النادي الاهلي لكن كل الاسكواد كامل كل مفاتيح اللعب ما شاء الله بتقدي بشكل جيد مش هتلاحسن من كده ان شاء الله بإذن الله نتمنى نرجع بسرعة وكل التوفيق فريقنا في مباراة سموحة الفريق يرجع مرة تانية ان شاء الله يستقنف تدريباته الساعته بداية من بكرة كل التوفيق وانتابع معاك ان شاء الله لحظة بلحظة ما بقاش فاضل كتير يعني سموحة مطشة قيل في قبل نهاي الكاس عندنا بعضوا على طول الزمالك مش عارف بعد كده هتتأجل مطشات الاهلي ولا هيكون عندنا مطشات تانية قبل رحلة كاس العالم لكن ما بقاش فاضل وقت كبير الاهم ان شاء الله نحن يستغل الفترة الاسبوعين دول كافضل ما يكون عشان نكون جاهزين للبطولة الاهم بالنسبة لجميع النادي الاهلي بطولة كاس العالم علا وعسى انحقق انجاز جديد فيها ان شاء الله في مواجهة الكبار باشكر كابتن احمد عائد ان شرفتني من مواطنة شيف رزا حارب لك بحميدة على المواطن بتوع المصري وان شاء الله نلم ورائنا بسرعة في اللي جاي شاء الله شاء الله شكرا لك على وجودك وشكرا لكم على المتابعة بكرة ان شاء الله نتقابل حلقة جديدة والسادسة تحياتي لكم